مشكلة تانية وهي مشكلة السيد العمري فروق طبعا كان هناك انتخابات في النادي الاهلي وانا اراها لم تكن انتخابات على الاطلاق الامر كله كان محصور في منصب امين السندوق اما في معادة هذا لم تكن هناك اي انتخابات على الاطلاق الكل متأكد من نجاحه والقائمة بالكامل مسألة منتهية تماما 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 اذا انتخابات النادي الاهلي والحشد الكبير اللي راح يحضر هذه الانتخابات اكتر من اثنين وعشرين الف من الجمعية مهمية النادي الاهلي قد ذهبوا فقط للاختيار بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي وخالد مرتجي حصل على اربعتاشر الف وشوية مقابل سبع تلاف وشوية لخالد الدرندلي بما يعني خلاص ان هو حصل على المنصب ودي كانت انتخابات النادي الاهلي لكن فجئنا الحقيقة كلنا بعد ما اصطف السادة القضاء على المنصة واعلان النتائج والقادي المبجل وهو بيقول الاسماء ذكر اسم الرئيس لو كابتن محمود الخطيب ثم مباشرة امين السندوق ولم يذكر اسم نائب الرئيس فالناس قالوله نائب الرئيس نائب الرئيس قال لهم انا عارف انا بقول ايه وكمل كلامه وفي النهاية اشار الى انه السادة العامري فاروق لابد ان يعرض كان على الجمعية العمومية للموافقة على تزكيته دون منافس في منصب نائب الرئيس طيب عايز اقول كلمتين الحقيقة مهمين اوي يعني مثلا السيمبلوين من يومين عملوا فعلا كده وكان فيه برده مناصب بالتزكية وعرضوها فعلا لعجمعية العمومية وراحت اللجنة امبيه بعتت لهم جواب بعت لهم تمام وبنعتمد النتيجة والكلام ده كله طبعا فيما يتعلق بالنادي الاهلي بعتوا انه تشكيل المجلس كذا 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 خاليا من منصب نائب الرئيس وقالوا انه نائب الرئيس هيعرض على الجمعية العمومية ده بتاع السيمبلوين اهو كان مبالح بان او النهاردة حاجة زي كده او خلال يومين دول يعني وقالوا فعلا في الخطاب انه اتعرض على الجمعية العمومية المناصب اللي هي كان فيها تسكية وقفت عليها الجمعية العمومية وفقا للليحة 25% تمام تمام وخلصت الليلة عند هذا الامر طبعا الحقيقة يعني لازم الواحد يفكر بمنطق انا عارف ان القانون اصم واللواقح اصمة لكن لابد ان نعمل المنطق في الامر انتو بتقولوا ان لايحة النادي بتقول انه كان لازم يتعرض اللي هو المنصب اللي بالتسكية على الجمعية العمومية 25% من عدد الحضور بعد انتهاء التصويت معنى كده ايه معنى كده ان انا هحجز كذا الف واحد خمس تلاف وخمسمية مثلا هلوما عدوا كده في الجنينة لغاية ساعة اثنين ثلاثة صبح عشان بعد ان من خلص تقول لنا اوكي على السيد العامري فاروق نائبا لرئيس النادي الاهل دي اللايحة ما عارفش حتى اللي حط اللايحة دي حط البند ده ازاي يعني مش عارف طب ما تخلينا نفكر بالعقل هي الجمعية العمومية لما النادي الاهل ادرج اسم العامري فاروق ضمن الناس اللي انتوا هتصوتوا عليه تحط الاسم والراجل اخد تسعتاشر الف سطو شوي يعني هو تسعتاشر الف تقريبا وثلتمائة وربعمية والكابت الخطيب تسعتاشر الف وثمنمية حاجزة كده يعني تقريبا يعني حسبها اتذكر طب ما هو تسعتاشر الف دولة انت عايز اساسا خمس تلاف ما تسعتاشر الف دولة ما هم من الجمعية العمومية ما هم مش جاي مش جاي من جمعية استهلاكية والله ده هم من الجمعية العمومية يعني الغرض من النص ايه ما هو لازم الواحد برضو يفكر بالعقل الغرض من النص ايه بتاع اللايحة دي اللايحة الغريبة يعني الغرض منها ان انت عايز تقول ان الجمعية العمومية دي موافقة على الراجل ده ربما هي وفق تسيدي وبدل ما توافق بالصوت ده وفقت كتابة وعلمت على اسمه كتابة وقالت احنا عايزين الراجل ده وبدل ما انت عايز خمس تلاف ده تسعة تاشر الف الدولك طب ما المنطق يقول كده يعني انا مش عارف احيانا الحقيقة الامور بتبقى غير منطقية بشكل مستفز وبعلمة تيك كلا حد يقولك اللايحة طب ما تفسر اللايحة حتى لو اللي حط اللايحة دي مع كل الاحترام ليه يعني ان انت تقول اعرضها على ربع جمال عمومية بعد التصويت يعني هتربط الناس كل ده امر برضو مش صح خالص خالص لكن اذا اردنا اعمال المنطق ببساطة وهدوء وبشوية تفكير بسيط مش محتاج لفلسفة ولا سفستائية ما الناس مضت لك لما علمت على الاستمارة ومضت تحت ان احنا عايزين العامري الفريق ده وبدل من تطالب خمستاشر خمس تلاف تسعتاشر الف دولة ما تشغل موخك الله ده راجل واخد اصوات جبارة تقوم عايز تركنه لشهر سابعة اللي جاي ايه المنطق ده وتقول لي على السليحة بتقول طمحنا عندنا ما يفيد تفسير اللائحة يا اخي اذا كانت اللائحة صماء هناك ما يسمى بتفسير اللائحة عشان الناس ما تتحكش علينا ما وخلي بالك الموقف ده يضحك بار لما تيجي تحكيها كده لأي حد وتقوله احنا كنا عايزين خمس تلاف بس اللي ما دوله تسعتاشر الف بس اللائحة بتقول بعد الجمعية ودوله وده كان بعد التصويت وده كان قبل وده كان أثناء التصويت ده أقوى ده أقوى مليون مرة أقوى لأن انت في جاية معلومية هيبقى برفع اليد لكن هنا هيبقى بالتصويت بالتصويت يعني حطوا انضتهم أرى أن هذا الأمر عجيب وغريب ويصل إلى درجة يعني الاستغراب الشديد ونرجو نادي الأهلي حسب ما علمت أنه راح لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبعا كلهم أجلاء محترمين طبعا ولهم قرارهم أنا فقط لغير أتحدث عن المنطق أنا أتحدث عن المنطق المنطق إن حضرتك كنت عايز خمس تلاف مضولك تسعة تسعتاشر ألف وشوية هذا هو المنطق اللي أنا عرفه اللي أنا عرفه والجمعية العمومية اللي هي هنا هي هي اللي هنا بس أنت هنا كنت تطالب خمس تلاف هنا جولك تسعتاشر ألف يعني يؤكدوا إن إحنا عايزين الراجل ده في منصب نائب الرئيس نتمنى أن تنتهي الأمور ونتمنى أن نعمل المنطق إذا كان عندنا لائحة معوجة أو لائحة غريبة وعجيبة أو لائحة غير منطقية على الإطلاق فنرجو أن نعمل المنطق ونفسر اللائحة بالمنطق وليس بنصوص وحروف اللائح هذا هو الأمر طيب ونرجو بعد كده تعديل مثل هذه اللواحة الغريبة والعجيبة اللي بيحطها يعني معرفش زي حطوها وليه يعني اللي حط البند ده في الجمعية العمومية حطها في اللايحة الاسترشادية أو غيره أو غيره يعني ليه ألا ما تحط الرجل اللي بالتسكية ده حطه ضمن الناس حطه ضمن الناس واحد يقول لي طب وبعدين لو محدش علم عليه لو محدش علم عليه ما الجمعية المهم مش عايزاه خلاص شكرا يبقى هذا المنصب يعاد يعاد انتخابه مرة تانية شكرا هذا هو الأمر طيب